بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نقرأ الموضوع إن شاء الله قراءة الأولى باللغة الإنجليزية ثم قراءة ثانية باللغة الإنجليزية زائد العربية واستنتاج أهم الأفكار الموجودة في الفقارات إذن listen to me طبيعي سيقدر صحيح السحيح صحيح طبيعتم صحيح طبيعي 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 حسنًا؟ هل تفهمني؟ لذلك، دعونا نقوم بإمكانية الأولى العنف حسنًا العنف ضد الأطفال ليس حسنًا حسنًا يعني مهوش ظاهر بعزلة والله معزول والله قليل والله موجود في كل مكان في كل بلد مجتمع والمجتمع والمجتمع والمجموعة اجتماعية ربما يأخذ أشكال عديدة فزيكال جسدي سيكولوجيكال نفسي سكشول إبيوز يعني استغلال جنسي إكسلاتيشن استغلال نيقلاك إهمال أو ميستريتمان سوء معاملة يعني عنف لفظي بوليين إرهاب أو ترهيب أو سايبر بوليين يعني إرهاب فكري ولا تخييلي فيولنس أو فيولنس إزة برولم مشكل أو ببليكهل يعني ساحة مجتمع أباليشن 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 إنتهاك حقوق الإنسان أباليشن أباليشن مجتمع من جميع مجتمع أو أباليشن أثار مدمرة ضد الأطفال هل تفهمني؟ أريد أن أسألكم أسألكم ما هي المنطقة؟ المنطقة الأولية أو الأخلاق أو التعليم أو العواطف أو العواطف ما تعتقد هنا؟ في البداية لا يوجد ظاهر نرى في القلة الثانية من المفروض لأنه يجب أن يجب مؤشرات على الوحدة اللي رانا فيها هناك هناك إنشاء الإنسان من المفروض من المفروض how to grow up as a fully fledged adult and child. Schools bullying and unsafe school environment are among the significant social and economic implications. Moreover, we know that education is of key importance for subsequent professional fulfillment of every individual and the prosperity of societies okay i repeat with english and arabic there is an controversial evidence okay okay of the harm the harm what's mean the harm one other of violence to the physical and mental health يعني عنف للصحة الجسدية والعقلية and development of children يعني development of children we mean تطور طفل to their ability قدرتهم to learn التعلم and build بنا relationships علاقات with other people ناس أخرين and to grow up and ينمو ولا يكبروا as fully fledged يعني adults what's mean يعني ناس واعين and parents وأولية school bullying يعني الإرهاب المدرسي and unsafe school environment ومحيط المدرسي الغير الآمن unsafe okay they are among من بين the reasons for early dropout يعني من أسباب التسرر بالمدرسي المبكرة reduce school attendance نقص الحضور في المدرسة and deteriorating performance تدهور الأداء of people's التنميذ they have significant social economic implications حتى عندها آثار على الاقتصاد moreover أكثر من ذلك we know the education is of key importance التعليم مفتاح جوهري for the subsequent professional الصحة okay الأداء صحة الأداء fulfillment الإنجاز of every individual and the prosperity of societies يعني عند حتى علاقة بازدهار المجتمعات so what do you understand from the second paragraph okay the second paragraph gives us two important ideas the first one the consequences of violence أعطتنا نتائج العنف number two the consequences of school bullying يعني نتائج الإرهاب المدرسي and unsafe school environment ولما تكون البيئة غير آمنة يعني نتائج العنف والإرهاب المدرسي والبيئة الغير المناسبة والغير الآمنة للطفر okay بدنا نفهم الوحدة التعالي أو لا لا لما نتكلموا pupils نلقوا كلمة education هنا عنا علاقة بواش بالوحدة الثالثة نتاعكم علانش أنا خيرت بوحدة الثالثة لأنه ننمو المفروض نبدو من الوحدة الأولى ثانية ثالثة أنا بديت بالعكس بديت لي عندكم معلومات عليها جديدة بسكا عندكم بزاة ما قدشون وعدكم مشهر بلك من قطعتو عن مدرسة إذن تبقى عندكم بعض الأفكار إذن بديت من الوحدة الثالثة الثانية ثم الأولى بإذن الله إن شاء الله حسنا إذن لنذهب إلى الثالثة 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 خلال 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 مجموعة خلال إذن الإدوكاتي إنها لا يوجد إن مريح تشعر المترجم مجموعة مجموعة المترجم إلى أمام الثالثة إذن مجموعة عربي إذن إذن إن ما قل priced على الثالثة من عدون الخلال الثالثة بالرغم أن العنف المدرسي أصبح ماذا يتحدي تحدي أساسي It is not the education system in itself that causes it مهوش فقط النظام التعليمي الذي عنده سبب على هذا العنف It merely reflects the prevailing social norms يعكس القواعد المجتمعية Making them visible to everyone visible to everyone يعني مرئية للجميع At the same time في نفس الوقت The education system makes it possible نظام التعليمي يجعلها محققة To address school violence يعني يشيروا إلى العنف المدرسي But only in partnership لازم يكون تعاون Partnership among all stakeholders يعني الثائنين في المجتمع والحملات The school and the children The parents In the entire The whole community يعني كل البلد So what do you understand from the last paragraph Of course the last paragraph gives us an important idea Which is solutions to ban school finance Or some solutions to ban school finance يعني أطعتنا بعض الحلول كيفش نقصو ولا نحدو من هذا العنف المدرسي كذلك تكلمتنا ويناهم الفائلين اللي يجب يغفو ضد هذا العنف المدرسي Do you understand? I hope that you understand me So now let's move to the first part Part one Reading Thank you so much فقط أعطيكم ملاحظة إذا كان حبيت ستاة تختبر نفسك وتجرب نفسك دير pause وقف التسجيل أخدم الموضوع وحدك مد فترة وحدك أخدم الموضوع وحدك ثم كمل الفيديو وشوف الحل قارن الحل تاعك بالحل تاعنا وإن شاء الله بشوية بشوية ما عليهش اليوم الشيخ الله لم يجبت بزاف ما هي مشكلة الفيديو اللي يجي إن شاء الله سوف نحاول كيف نحسن نقطة تاعنا وديروا في باكم مستحيل مستحيل أنك مباشرة من الأشيء توليش حاجة كبيرة في اللغة لا يعني لغة الإنجليزية يراها خبارات تعوان بزاف لا يعني شراء من الأولى متوسط من الأولى متوسط إلى غاية الثلاثة ثانوية حنا الهدف التاعنا من هذا الفيديو وعلى واش نعاون الناس فضعفاء بسيطة في اللغة أن الهدف التاعنا أن الممتاز على عيني وراسي مذبية يقرأ ويتعلم بالصح هناك مشكلة للمدرسة لم يكن وخاوتنا الضعاف ما يكون بهم؟ إذن نحن لازم تحمل المسؤولية الضعيف الضعيف هذاك نحسنه وإن شاء الله نعلمه ونطلعه في المستوى إن شاء الله ما عليش يمسجي هذا نقال خدم واحد وشاب ربعة وراء المشكلة الغدوة يجيب خمسة اللي بعده ستة وهاكذا نطلعوا بالتدريج إلى غاية التحقيق المبتغى إذن ديروا بوز للتسجيل وحاولوا وحدكم في الموضوع كيتكملوا قارنوا الحل تعكم مع الحل تعنا يعني ما تكملوا الفيديو كامل أنا قريت لكم النص شرحتوا باللغة العربية ديروا محاولة وحدكم دير بوز وديروا محاولة وحدك ومبعدها قارنوا الحل مع الحل تعنا شكرا لكم لن تتحرك إلى المسؤولة 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 أجب بي صحيحة هل الجملة التالية خاطئة أم صحيحة ضع T or F بجانب الحرف مكتواك معك true or false statements according to the text الجملة الصحيحة والخاطئة بالرجوء إلى النص So the first sentence is violence is a form of children's right infringement I repeat violence is a form of children's right infringement مش معنتها بالسؤال باللغة العربية الجملة باللغة العربية العنف هو الشكل من أشكال انتهاك حقوق الطفل صحة الكلمة المفتاحية هنا هي The first key word is children تبعوا معايا من نحف النص children الكلمة الثانية هي right The second word is right الكلمة اللي مفهمتش ربما هي اللي تأثر عليك معني شرمنا نتعلم مخوطي يعني انتهاك تحسف استغلال مفهم So what do you think here Where is the answer Is it in the first or in the second or in the last paragraph What do you think اوكي احنا دائما مش كنا الجملة الأولى نتبعوا ترتيب النص الجملة الأولى وين تكون اكيد راح تكون في الفقرة الأولى اذا ما كانش فيقرة الأولى فقرة ثانية وهكذا نمشي فقط مستحير راح نجد الجملة الأولى في فقرة الأخيرة هذا مكان تبعوا الجملة مع ترتيب النص اينا نرجع للنص وينذكرت كلمة children Is it in the first paragraph The first paragraph No there is no children number two Let's read together the second paragraph There is incontroversible evidence of the harm Harm الأذى اوكي Like Enfraignment أذى انتحاء Of violence To the physical and mental health And development Of children هاي كلمة المفتاحية Children وكلمة Enfraignment فهمناها من المعنى جمناها من كلمة harm جمناها من كلمة violence To physical and mental health يعني الإيجابة التعالى بكل تأكيد راح تكون True So I'm the park Write True That's all You don't have to write True All All No no Just the first letter is T And capital letter Do you understand me? Thank you so much The second statement Violence Has negative Consequences On Children's Development I repeat Violence العنف Has negative سلبي Consequences يعني نتائج سلبية On Children's Development على تطور الطفل Thank you so much So وراء كلمة المفتاحية عدنا Violence Negative Consequences Children's Development وكل عبارة عن كلمة مفتاحية الآن منهجية الحل بوك أنا رأني في الجملة B والجملة A ديشي لقيتها في الفقرة الثانية أو ما يشقاش تعود تتولي الفقرة الأولى خلاص الفقرة الأولى أو كمل الترتيب تاع الفقارات ترك الفقرة الثانية كمل مورها So أنا وحنشوف الفقرة وين خلاص الإجابة الأولى حتى نتعالي ونواصل لها مستخدمة دعوان و إعافة الوصول عبر و التعرض من الوصول عمره و تتخلص بالتعودة و الوصول و المسافة المترجمات المعارضة المترجمات المنطقة لتحضر على المددد من المترجمات 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 المبادلة من الناس. لديهم مهمة مهمة الاجتماعيات والاكتابية. كما تعلمنا أن الهدفة هي مهمة مهمة للمشاهدة للمشاهدة المترجم للتعامل من كل شخص و المترجم للتعامل كيف فهمتوا كنا نقرحنا؟ مرنا على فكرة أن لا يكون هناك عنف في المدرسة ولا تكون مدرسة محيطة غير آمن ولا يكون إرهاب مدرسي يعني عنف مدرسي رح يأثرنا على واش؟ وقال لك هنا شوفوا السطرة الثالثة فقرة الثانية من الأخير لما هذا التلميذ يخرج والله يروح يروح من هذا الخوف من هذا الرحب من هذا العنف هنا رح يكون حد للتطور انتعه بجانا سكرنا له طريق على التطور إذن لما نقوله يعني حتى بلما نقرأ النص العنف عنده أثر سلبية على تطور طفل يعني بكول تأكيد نعم okay so do you write here you write true okay and the third statement الجملة الثالثة education sometimes we pronounce education or education the same British or British English or American English education or education okay education is crucial for the development of society education التعليم is crucial يعني for the development of society إيمانات what's not in Croatia اساسي importance حاج مهمة the development of society لتطور المجتمع بلما نقرأ النص a kid of course without education we can't do nothing you know thank you so we write here true and the last statement or statement number four the education system is the only responsible for school violence listen to me أباكم بلي كان هناك كلمة مفتاحية رائعة جدا هي only تيروا دائرة على only only فقط شوفوا غالب البكالوريات وين تكون جونة تحتوي على only دائما تكون false دائما تكون خطأ فكرة فقطة ميزيد أقرأ نعودها the education the education التعليم نظام التعليمي sorry the education system is the only responsible المسؤول الوحيد for school violence only no it isn't only علاش نرجع للمص which paragraph نزلنا في فقرة الثانية علاش قال لك شوفوا في سطرة الثالثة في فقرة الثالثة school bullying الإرهاب المدرسي and and safe school environment are among يعني من بين معنتها وما هو فقط غالنظام التعليمي كذلك البيئة الغير مناسبة والله يكون هناك عنف مدرسي إذن الإجابة تعالنا بكل بساطة false okay do you understand thank you so much now let's move let's move to the second question in which paragraph is it mentioned that in which paragraph في أي فقرة ذكرت سياغا تاحا mentioning the paragraph يعني ذكر الفقرة الآن أشعطوكم أطاكم زوج الجمل هذه الجمل هذه عبارة عن أفكار أساسية يقولك هذه الأفكار يعني أفكار جزئي قادرة تكون جزئية أو أساسية هذه الأفكار أين ذكرت في النص هنا يجب من كل جملة لازم تدي مفتاح ومفتاح تقارنه بالنص ثم تقنون من فرطة الإجابة التي تدخل من التأك الآن الأول بالنسبة سعطوكم زوج مفتاح أفكار سعطوكم عن تأكار سعطوكم يعني منتشر بشكل واسع هذه الكتبها والله هذه الكلمات والله هذه الفكرة أنه ذكرت كنا نقولوا إتقارنه بالنسبة بدون تمم تلك الكتابة في كل مثل دمتل تعرفت؟ حسنًا؟ شكراً جزيلاً قلوا لي وش من فقرة؟ من مفروض قلتها؟ The first, the second, the third Let's check the first one Violence against children is not an isolated occurrence It is everywhere In every country, community and social group In every it means international problem Do you understand? So in the first paragraph إذا ما تفش سياغة تعناها هتكون In the... sorry... In the first... In the first paragraph Okay من الأحسن نجيبهم هكذا خيراً مجيبوش تعدير وديك شغل علامة لا It's better when you use this So the second one School failure يعني... الفشل المدرسي Is due to different causes نظراً لعدة أسباب وينذكرنا هذي كنا خرجنا أفكار النص ذكرنا من أن الفقرة الثانية هي اللي فيها مختلف يعني... أسباب لتخلي... ما بها لتخلي... الفشل المدرسي أوكي والله... الفشل المدرسي اللي عنده أسباب منها من العنف منها المحيط المدرسي غير الآمن وينذكر خلال المدرسي علمت تأثير علىiziijk أتro JENك إخفضة ت centro القادمة تتحب إخواذ السنوب هذه السفقة الآن الآن the third question الآن الآن أجب على الأسئلة من النص قبل أن نبدأ الأسئلة نشوفوا منهجها نجد أن نختار الأسئلة إلى الأسئلة إذن نقول أن نقوم بإجابة على الأسئلة من النص بمعنى إجابة على الأسئلة من النص بمعنى إجابة على الأسئلة من النص هناك ثلاثة سؤال ومعنى إجابة على الأسئلة ثلاثة سؤال ماذا يعني هذا؟ ما يعني هذا أن يكون لديك ثلاثة أسئلة وثلاثة فقارات في الغالب أن كل فقارات تحتوي على سؤال ولكن ليس ديما شيء ننصحكم عليها كما ترتيبنا على ترتيب النص تهزل كلمة مفتاحية وتتكال على الله الأول ما هي النتائج؟ يعني ما هي نتائج العنف على نمو الأطفال؟ شوفوا معي الآن الكلمة المفتاحية رح نضع عليهم دائرة إذن أول كلمة المفتاحية أولا الثانية 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 والآخرة هي الثانية هذة هما كلمة مفتاحية أساسية الآن كيف هي منهجية الحلتاعي؟ نشوف هذه السؤالات ونقارن مع النص هل هو في فقرة الأولى؟ هل هو في الاستعمال؟ أو في الثانية؟ أو في الثانية؟ سوف نرى المفتاح للإفرحان أولى فنشوفوا الفقرة الأولى الفقرة الأولى أنا ما أظن ما فيها حتى مؤشر معنتها نروح للفقرة الثانية نقرحها واتبعوا معها هاي كلمة مفتاحية جينا يعني العقل يعني صحة العقل والجسد هاي كلمة مفتاحة آخر هاي كلمة مفتاحية جينا يعني هنا يا هذه النتائج اللي راح تأثر على الممو الطفل نعودها باللغة العربية يعني كين تأثير واضح ضرر هذا العنف راح يبان يعني في صحة الجسد وصحة العقل وتطور الطفل حتى في القدرة التعوية للتعلم وبناء علاقات مع الناس أخرى and to grow up as fully fledged adults and parents أتأثر حتى أنهم مينموش يكونوا ناس كبار عقلين وناضجين مفهم أو حتى يكونوا أولية إذن إيجابة أنا راح تكون بهذه الطريقة the consequences of finance on children's growth are إيجابة تأتي تبدأ مني are the harm let's start from the harm نبدأ the harm الأذى till يعني يقولنا بارك ما تكفينيش صبورة أكتب لكم البداية وآخر كلمة آخر كلمة هي parent والله شوفوها في السجل الآن دقنا نضاحة ملونة أوكي أوكي باللون الأصفر أو with yellow color the second question who should contribute to the fighting of school finance listen to me who should من ينبغي contribute يساهم to the fighting الحرب of school finance يعني محاربة العنف المدرسي أعزائي الطلبة هنا عندنا الفكرة when the question starts with who عندما السؤال يبدأ به في غالب الأحيان كنحبو معاودة وسيغة خاصة نشعبت لغات والأداب والفلسفة إذا حبيت تسيغ السؤال إلى إجابة وش تدير فقط خلي السؤال ليعطاه لك كيمارا let it as it is remove question mark and put full stop أوكي هو هذه كتاع السؤال رح ننحيوها ونضروا فيها إجابة لأنه هنا في الغالب تشير إلى العاقل do you understand إذن نحاول هناك كيف ندو كلمات مفتاحية عدنا who أول كلمة مفتاحية هي أدد سؤال who should contribute من يساهم كلمة مفتاحية أخرى 510 of school finance نحن نشوفوا السؤال الأول والقناة في القناة الثانية السؤال ثاني مدام القناة قبله في القناة الثانية أو مكلة نولي الفقرة الأولى نواصل تحت مفهم نشوفوا الفقرة الثانية بعد الإجابة للقناة الأولى لم يكن حتى مؤشر للقناة الإجابة موجودة في القناة لماذا؟ لأن في القناة أعطيتنا فكرة من ينبغي أن يوقف العلم في المدرس نقرأ هم بعض الفقرة الثالثة ونحاول نستنجوها حتى بالرغم سكول في القناة تصبح تحدي أساسي لا يوجد الإجابة في الناس فقط في النظام التعليمي سبب سبب تصبح تحدي النظام التعليمي يجعل أنهم يظهر لكل في الناس في الوقت تحدي الإجابة يجعل المدرسة 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 الأبناء المدرسة المدرسة الأبناء الأولياء المدرسة وكل البلد إذن الإجابة موجودة في السطر الأخير الآن لونها باللون الأصفر تبدأ لكل المدرسة إلى غاية المدرسة إذن هنا كيف تشتغلنا هنا أنا خلينا السؤال فقط نحينا على منت استفاهم وضعنا فلستاق رح نحي وهو وهو ونتروا فيها الفائلين نوشن بلو start will all stake holders holders all stakeholders the school آخر كلمة ويناها community sorry okay I hope that you understand me let's pass to the third paragraph نمر إلى sorry the third question إلى السؤال الأخير how do you think education can help societies to prosper how do you think education can help societies to prosper وشمع عند هذا السؤال كيف أنت تظن يعني الحساب رائق أنت سوى من النص وتزيد مرائك إذا أرد how do you think education can help societies to prosper كيف أنت رك تعتقد أن التعليم يساعد المجتمع للتطور نهز كلمة مفتاحية الكلمة المفتاحية الأولى هي education هنضر اللي هذا يا رب اللون أحمر societies what is و prosper and prosper هنا للأسف تقدر تقول لنرى الإجابة النموذجية السؤال هذا حتى هو موجود في النص بصح أعطوه حرية للطالب أنه يجيب إذا كان عنده معلومة أو الله يعني يقدر يكتب ها عادي جدا ونرى ممضانا هي موجودة في النص في الفقر الثاني من الأخير بعد كلمة moreover شوفوا معي الفقر الثاني من الأخير هنا نعلم أننا الكلمة المفتاحية الأولى هو من المهم وش معنى المهم مفتاح أهمية ل الهدفة المفتاح من كل الهدفة و المهم لها الدائرة للحظة هذه نقدر نكتبها عادي إذن السؤال الأخير أعتقد الإجابة نعود وبركة نكتبها ونسيغ السؤال إلى إجابة ويقول I think education or education can help society to prosper by by the first one ok listen listen to me by helping we can say by helping هنا برا كان يعود السخت عليش بس بعد باع لازم يجب نجرب ok by helping I don't know the individuals to prosper and وش نخذ به individuals ok هما الأفراز الأفراد إذا كان helping the individual to 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 prosper التعاون الافراد التعاون أنهم the individuals الأفراد to prosper وإلا حبيت أن أزيد شيئا من عندي وإلا كنت حاضر في القسم من الأستاذ الثانا وأكيد كان نقطة هذه تناولتها في البرنامج مفهوم التعليم ومش المجتمع يروج إلى القيم حنا عدنا واحدة كلمة في اللغة الإنجليزية هذه النقطة أولا نقطة ثانية الترويج باللغة الإنجليزية to promote something is clear نحن ندرها جدا وش نقوله نقوله promoting pro no promoting ماذا the values the values what do you mean the values القيم okay of okay نوصلنا هنا of good citizenship what does mean cdc in shape هي المواطنة ct ct shape هذه 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 البقالورية نرى التصيح اللموذجي تقوي إجابة من نص وإجابة أخرى وكتبين between brackets accept any logical answer أقبل أي إجابة أصحيحة لأنني أقولك what do you think أنت ماذا تعتقد معناتها انتح لحسب رأيك التعليم وش يعاون المجتمع التعليم قلنا يعاون أفراد أنهم يطوروا وكذلك promoting promoting the values of good citizenship يعني رأيك إلى ماذا إلى القيم الأخلاقية للمواطنة الصحيحة والجيدة هكذا نكون كمنا الأسئلة في ثلاثة الآن نحن نتعلم إلى الثالث السؤال من أو ما تشير الكلمات المسططة على من تعود أو على من تشير أو تعود الكلمات المسططة في النص المنهجية التحرك نقول words refer to they give us two words they in them they it is personal pronoun refers to plural maybe persons plural persons or things you know أو جمع العاقل أو غير العاقل أو حاجة اللي لازم نعرفوه لازم نرجعو إلى النقطة النقطة انتهى قبل school يعني استطلق قبلها school ندوم نقرم النقطة إلى غاية they school balling and unsafe school environment يعني إرهاب المدرسي الفزع المدرسي and unsafe school environment والبيئة الغير الصحية والسليمة والآمنة للمدرسة are among the reasons for every drive out يعني من أهم الأسباب للتسرب reduced school attendance نقص الحضور في المدرسة and deterioration التدهور والنهدار performance of pupils تدهور النتائج والله أداء التنميذ they they have significant they have significant they have significant social and economic implication آثار على المجتمع والاقتصاد من إذن شكونا كنا نعضر عليهم هذا وين ي كانوا يأثر عليهم التسرب وين school bowling and unsafe school environment إذن تعود school شوفوا كمعران ندرون لها دائرة school bowling and unsafe school environment أكيد رح نكسبوها ربما من تكفيش مكان نكسبوكم اللولة برك the first one is school let's start sorry with school bowling إلى آخر لرخ الكنيما هي environment environment sorry وينما هذه الاسم تكتبوها لما كامل عندكم environment them let's move to them them they're in the third paragraph it is in the third paragraph in the second line شوفوا معي الآن هذه سطر الثاني في الفقرة الثالثة عالم تعود أخي أبلكم بريدام object pronounced يعني ما هي صفة ملكية هي تعود دام تعود على العاقل وغير الآخر الجمع بسح ما هي بالملكية ما فهم شوف كيف نقراوها نقراو الفقرة سطرين الأولين تعالفقرة الثالثة الأخيرة ونستنجو although school violence بالرغم أن العنف المدرسي has become a major challenge أصبح ماذا تحدي رئيسي it is not it is not the education system itself that causes it مهوش فقط نظام تاني ما يسبو it merely reflects it merely reflects يعني فقط يعكس the prevailing school sorry prevailing social norms prevailing social norms يعني قواعد المجتمع making them visible to everyone making them visible them أنا من تعود شو كني أخلوهم وابحين منهم social or the prevailing social norms يعني قواعد المجتمع إذن دم تأود على the prevailing social norms the pre they lean حتى prevailing sorry till prevailing till norms norms prevailing norms do you understand هذو صح فيهم صح تعب بصح ما عليش ما تكرار السجيات تعد تسيطر عليها مفهوم now to the last question سؤال خامس copy the title you think is the most appropriate يعني أنقل العنوان المناسب للنص هنا وشي نقوله هنا المنهجية copying the most appropriate title اكتشوفوا كاما كل أفعال درت حجية عند مصدر copying the most appropriate title يعني نسخ والله كتابة العنوان المناسب أكيد في الباك رح يطلنا ثلاث عنوين واحد هو العنوان واحد قريب واحد لا علاقة مفهوم شروط التعلم في المدرسة هذا لا علاقة بالموضوع إذن هذا نستثميه تبقى لما بين B and C وين هل يشمل النص عدنا school violence B العنوان في المدرسة والله school balling والله الإرهاب المدرسي والله التعليف المدرسي وين هل يكن شملنا الدرس النص على وش كنت يتكلم هل يتكلم يتكلم على violence وballing هي جزء من العنف مفهوم جزء من الكل violence إذن محاولا نختار أنها school balling لأنها جزء فقط من النص جاءت فكرة أساسية أما النص الكامل وش كنت يتكلم كان يتكلم على school violence إذن كنت نعود المنهجية واش ننقل هكذا ننقل الحرف لأنها B نازم ننقل الحرف الكل من يطعها لكل الانوان وبعد نكتب هكذا school violence العنف المدرسي جياندرسان هكذا نكملنا البناء الفكري نمر الآن إلى البناء اللغوي البناء اللغوي الثاني باش نحضر text exploration تقياها في الموضوع مع بعضنا أوكي ونضيرها إلى دائرة يعني بما تقول شاني من جبنا هذه سهلة بسيطة جدا يعني موجودة في البناء اللغوي من الأعلى نضيرها إلى دائرة أشوفها معي text exploration B text exploration أجد من النص كلمات أو عبارات قريبة في المعنى وجدتنا هكذا عودتها finding in the text words that are closest and meaning to the following The first one is destructive B is progress C is main اللولى قل لك في الفقرة الأولى ما هذا يعني destructive destructive هو الدمار الحاجة مدمرة في الفقرة الأولى وشين هي الكلمة اللغوي شوفوا معي الفقرة الأولى موجودة في الفقرة الأولى هل نديرها لها دائرة ديفستي تين هذا النور مشفتهم في السنة الثانية ثانوي مفهم قلت وحدة تهاالكتاستروف ديفستي تين هذا نبرا كلمة الديفستي تين نمبر تو progress ودس نين progress progress هو التطور فقرة الثانية في هزوش كلمات تشير إلى التطور The first one مشهورة هي development نسكع تعرفها والثانية ثانية prosperity في هزوش كلمات سهلين وقلتهم في البرنامج تاكم دراسي حتى في واحدة ethics in business المشتركة ما بين العلمي والأدابين قلنا بزاف كلمات كيم هذه development prosperity وقلت تتحرك حسنا إنه لدرتها فيهم هي تصلح معناها progress إذا كانت تلميذ أجاب development ياخذ النقطة وإذا أجاب prosperity 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 الإزدهار prosperity كذا ياخذ النقطة ولكن ما تكتب مش في زوج واحدة بارك منهم تكفي فهم تكتبش زوج c is main main معناتها أساسي important بزاف هذا متدول الكلمة بزاف الباك في قرة الثالثة أهم كلمة هي تشير إلى main هي major ندير لها دائرة كذلك major Do you understand? Do you understand? Thank you so much Let's now move to the second question Divide the following words into roots and affixes قسم كلمة التالية إلى أصل كلمة بدايات ولا واحد شوفوا أخوتي هذا السؤال بونيس ليحبي يدي البونيس هذا مفهم طريقة الحال شنية أول حاجة نسيغوا السؤال وشنقول Divide the following words into roots and affixes أعطاكم كلمة mistreatment incontrovertible attendance and unsafe أعطاكم prefix What does mean prefix in Arabic prefix معناتها بادئة root معناتها أصل الكلمة suffix معناتها نهاية حسنا وإن شاء الله شرح هذا باللغة العربية مع الوقت نقصها على هذا الفيديو الأول الفيديو نحاول 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 شعبت الأداة باللغة الأجنبية مليح أنكم تقرروا بلونغلي بلونغلي مع المرور الفيديو الرابع الخامس في السجيات نحاول نقص من اللغة العربية أو نحاول بلونغلي إذا كان أعجبت كتبها بركة التعليق نضيفها أو لأنا حسنا هل تفهم صحيح كلمة الأول mistreatment mistreatment حسنا وش يمكننا هنا نكتب treat صح كنكتب أصل الكلمة يبقى لنكتب prefix وصفح بريفكس تعيونا mist suffix is mint mistreatment كلمة ثانية incontrovertible هذه ربما صحة ما تعرفوها شعب عليكم هي controvert هي معنى يخالف والله يفند إذن هذه صحة ممكن ينصيب عليكم مش من مدتها ولا بزاف ما تعلمناها أنك تتعاود تكون عادكم مع لها معلومة controvert هذه معنى أصل كلمة وحده ومعناته يخالف أو يفند بريفكس in or in and here ipo عدنا attendance كلمة ثالثة the third word is attendance attendance والحضور الفرب سيحضر ما هو to attend يعطيكم الصحة إذن ما نعلم الفرب هو attend attend هو الحضور صحة الصفكس is a n c e ما يقول prefix there is no prefix من الأحسن من الأشدر أنك تدير هكذا علامة في ما تخليهش فرغة بيّنوا بالإراني هي الشيخ ما كانش بريفكس ما تخليهش فرغة من الأحسن تخدمها كما هكذا آخر واحدة unsafe unsafe هذه ما تقدش تغلط فيها لأنها متداولة بزائل unsafe أصل الكلمة وشية safe حسنا ما ها عدنا safe وهو معناتها آمن هنا الصفكس sorry prefix is un and suffix there is no suffix مفهم حتى هذا ثاني سؤال مليح ويجيب بزاف لباك ولكن لازم تعرف فيش تخدم أبدأ دائما بأصل الكلمة مفهم صح نمر إلى سؤال ثلاث let's move to the third question لي خافوا منه طالما بزاف معناه سهل بزاف rewrite rewrite sentence b so that it means the same a sentence a قعد كتاب الجملة b ليكون لها نفس المعنى تا الجملة a لماذا خيرة الموضوع لأنه رائح في القواعد مفهم سين جديد علي باك كيف يخدموا القواعد مليح أنا خيرة هذه السوجي صح المنهجي ينتون rewrite rewrite in sentence b so that it means the same a sentence a الجملة اللولة فيها endless لتخافوا منها بزاف it's high time بسيطة وهذه درس خلاف so the first one رح نقرأ لكم كل الجملة ورح ندلكم دائرة ونقربوها وندروا دائرة على مؤشرات الدرس the first one if the education system لو نظام التعليم doesn't address the problem لم يشير إلى ولا يعلمين المشكل والله يشير إلى المشكل violence will prevail العنف سوف يبقى بسيطة نحن نحتاجها بسيطة conditional type 1 حتى تحتاجها بشعبة اللغات الأجنبية تحتاجها بـ conditional type 2 ونرى سواجهة أخرى كيف تجدت في بنية شرطية ثانية هنا الآن أول حاجة تديرها عزيزي طالب حدي بمؤشرات البنية الشرطية عندنا تديروا دائرة على if شوفوا كيف تجدنا دائرة على if عندنا هنا هي doesn't أداة النفي هنا تجدنا عليها دائرة address verb هني سطرت عليه address والجملة الثانية جملة هذه بشرط فيها model verb will سوف illness صحة تبعوا معي منحة هزائي الطلبة شوفوا unless عند زوج استخدامات يا unless إما تعوض لك if إما تعوض لك النفي نعطيكم مثال if you study hard لو تدرس بجد you will succeed أنت سوف تنجح الجملة هذه وش فيها فيها if will فقط إذا بارستها أنت سوف تنجح بسحلو كان نبدل ونقول لك لا لا آي نبدل لif بأنلس أنلس شو معناتها معناتها إذا لم إذا لم وش ولي unless you study hard إذا لم تدرس بجد you will not or you won't succeed أنت سوف لتنجح معناتها نحينا أداة الشرط إذ وجملة جاوب شرط بدلناه انفيناه بسيطة جدا إذا اجتهدت أنت سوف تنجح إذا لم تجتهد أنت سوف لنتنجح أما في الجملة هذه أعطاونا النفي كي يعطيك النفي ألس إذا لم تعوض لك النفي معناتها إذا و doesn't معناتها لا نحينا إذا لم وقدمنا في بلاسها إذا لم وش سوف يتغير في الجملة لا يتغير أد شيء بس صح الحاجة اللي يجب أن أعطاونا هو الverb الرب يجمع إذا كنت نحي doesn't يجب أن تصرفه في present على أول قبل doesn't تكون مع شي he and it والverb مع شي he and it يجب أن نزيد له s e s or i e s عندكم تغلطه إذا شوفوا معي هاني رح نحي if وهاني رح نحي doesn't شوفوا الverb address إذا شوفوا إذا شوفوا ليه هنا illness illness the education system address sir هاني نحيط it doesn't بوك الآن هذا الverb address s ما يبقاش هكذا لازم نصرفه في الحاضر الفرب هذا باش خلاص double s إذا شوف نزيده هنا es ما نقص شوف نزيده s فعلي double s or ch sh x أو لازم نزيده أو s سب شوف نقوله unless the education system addresses the problem the problem the problem the problem comma it's very important عندك من ديرو شوف أصينا أوكي لأنا أتروح لكم أليها vansang violence العنف will prevail أوكي تبعوا معي السيد السيد عليها ما رجعتها للنفي لم يرجعها للنفي لم يرجعها للنفي لم يجمع لأنه يجمع إذا لم دلنا في بلاسة صحيح هذا ما كان إذا 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 نظام التعليم لم يعد للمشكل العلم سوف يبقى نحن إذا لم ودن إذا لم في بلاسة لا يتغير في الجملة لا شيء سوف يتغير إذا نمبر هذي بل كنأكدكم عليها بلك تنسى كما بلك لا تتسلم سوف نمبر 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 ستاكهولدر هد باتا وكي تجد تجد تبعوا نمبر تجد ستاكهولدر الفاعلين هد باتا من الأجدر تجد تجد أن يعملوا مع بعض تبعوا تجد يضعوا حد حان الوقت حان الوقت أخي لاباكم أعزائي الطالب لازم البرب يبعد يكون في الباست هذي حجم مفرغ منها خلاص وش يكون بعد يعني نكتبها لكم باركم والتصحيح ندروا مسامعة السوجي بلاس ذرب في الباست بلاس ماذا بلاس أوبجفت أخي لاباكم الفاعل في الماضي إذا كان فاعل منتظم مش نزيدلوا وإذا كان فاعل من حزين وإذا لم أضع استطيع إذا كان من الجملة الأول هكذا نحن نتصح الفاعل قم بأدس ما هو مؤشر وين هو مؤشر في الجملة الأولى هد باتا شوفوا معينا نذيراً حد باتا حد باتا هد باتا الدرس يأخذين ودرس يأخذين الادفا ينبغي لنصيحة القوية هنا لا أريد أن أعطيك شود أعطيك هد باتا أعطيك هد باتا هد باتا لن نحو هد باتا نحو هد باتا السجد السجد ما تقول سجد السجد السجد نحو هد باتا نحو هد باتا سجد تجد 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 الأطفال دائماً تجد تجد الجملة الثانية الأولاد يتسربون ماذا ندرس هذا في رأيكم؟ أعطنا كلمة مفتحية رائعة في الجملة الأولى هي دائرة على دائرة على دائرة على دائرة تعبير عن سبب والنتيجة والجملة هذه تشير إلى نتيجة حبك أنت ترجعها من حال النتيجة إلى حال السبب لماذا؟ عندما نرى ما كان يأتي قبلها؟ كان يأتي قبلها سبب وبعد ذلك كانت الجملة تشير إلى سبب نتيجة الآن رجحني نتيجة سبب أو بدأت بالجملة الثانية أضعها كما رأيها الأولى لماذا؟ الأولاد يتسربون؟ لأن لماذا؟ الأولاد يتسربون؟ في بلاستها الأولاد دائما خائفين من المدرسة نتيجة لذلك يتسربون الأولاد يتسربون؟ لأنهم دائما ما يُعنفون في المدرسة هذي لا خلي تدرت هذي كتعوا تقرار لأسفل المدرسة لأنهم تسربون يتسربون لأسفل المدرسة لنسفل المدرسة لأسفل المدرسة الحروف الصامتة الحروف الصامتة الحروف الصامتة هي الحرف المكتوب والذي لا ينطق هذا بسيط جداً من الرابعة متوسطة من المتوسطة بونيس هذا السؤال الحروف الصامتة عدنا اللونة everywhere everywhere أمريكاً everywhere everywhere وين الحرف الصامتة هنا؟ والحاجة وين الحرف المنطقتوش everywhere كل مكان وينه المنطقتوش عيج everywhere إذن الحرف الصامت هنا أمريكاً number two psychological شوفوا معي الآن psychological psychological وينه المنطقتوش p psychological بالفرنسي psychological this right وينه المنطقتوش هنا g and h خلابكم دائماً كي تكون g h و t g h لا تنطق right like night night عدنا هذه فش ننطقها k no never لأن k يكون قدامها k لا تنطق k لا تنطق ويقول no to understand بصيت جداً سؤال أخير reorder the following sentences to get current passage هذا السؤال في قسمين ترتيب وحاجة ثانية نشرح لكم بم في الترتيب أخوتي لازم ترتب شوية صبع تخذ نستخدم ذلك أنتهاك وامور منطقية بم عدنا اللولة they are working together with parents and the civil society b sentence b pupils have become more and more violent c to create a safe learning environment for children the education authorities are deeply worried about this issue هنا يباش كنون راح رتب أخوتي رتب أول واحدة تبدأ بها هي اللي فيها capital letter حرف كبير بصح الشيخ هنا عدنا A حرف كبير T تح حرف كبير P ثاني حرف كبير D وعمرك ما تبدأ الجملة تاعك بضمير والله برابط propositions دائماً أبدأ الجملة تاعلي لأنها في قراء راح تكون كيفش نخدمها تبدأ بجملة مكتاحية ما نقتلش نقوله they مستحيل Pupils ربما to create لا لا The education authorities إذن جملة الأولى تعنوينها Pupils B هي اللولى ب The first one Pupils have become more and more violent الأولاد أصبحوا كثيراً معنفين It's clear full stop وشو نقوله They are working together With parents No أصلاً هم معنفين To create a safe learning environment باي لا إذن وين هالمنطقة اللي بعدها هي D علاشن Pupils have become more and more violent The education authorities are deeply worried about this issue يعني فاعلين في الدراسة ومعلمين والأساتذة والسلطات التربوية أراهم خايفين بزاف من هذه القضية They are working إذن آه هي الثلثة They are working together with parents and the civil society على واش To create To create ماذا؟ A safe learning environment Be a safe learning environment Be a safe learning environment For children هكذا تأخذ نسل في علامة علاش لانك لم تحترم السؤال هو السؤال وش قال لك Reorder the following sentences هنا رتبناهم To get a current passage تحصل على فقرة صحيحة إذن هنا كيف تكتبهم ترتيب هذا عاود تكتبهم في فقرة كيف تكتب في فقرة لا تدخل ذاتيا لا تدخل لا تكتب لا تكتب لا تكتب لا تكتب لا تكتب كيف أعطيهم نفترض أن هذه مساحة الإجابة سأكتبهم دعوا هنا بلانكس فراغات وكتبهم بالترتيب ومن الأخير توقف هم مشتين رجعتهم في فقرة بشيء بلانكس ولا فراغين ولا فراغ واحد حقنا نكون إن شاء الله نكمل مع موضوع 2019 موضوع ثاني أعزائي طلبة في صفحة الأستاذ سيقول أستانا الأدب العربي بإذن الله تجدون مواضيع أخرى للحلم حاولوا فيهان تومة أنا أعطيتكم بزاف نوعتكم بين شعبة اللغات والأدب وفلسفة ليس يعني أن اللغات لا يحلش الأدب وفلسفة والأدب وفلسفة كيف كيف ربها واحد بينتكم تومة لا يوجد فرق ما بينتكم إذن السوجيات اللغة يضعهم الأستاذ حاولوا فيهم ونحن سيكون الحل بالتدريج هذه النصيحة رقم واحد النصيحة رقم اثنين اللي لا يخدم لا يتعلم ما عليش تمرمد النجاح تمرمد النجاح لا يأتي بالراحة هز السوجين تاك وأخدم هز ترجمان هز قموز جوجل تراتيكسيو أخدم بأي شيء عيط الزميلك يعرف لانجلي روح الأستاذ تاك نحن نبلك نحن نعرف أحتوا عاد فيكم ونحن نعوفكم لله في سبيل الله والله غلي وجه الله عز وجل إن شاء الله نتمنى لكم النجاح شكرا لكم للمشاهدة رقم اشتراك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة